اشتركوا في القناة ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر له عشرات التصانيف النافعة منها منهاج السنة النبوية ودرء تعارض العقل والنقل والصارم المسلول والعقيدة الواسطية وغيرها مات رحمه الله معتقلا بقلعة دمشق سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة فخرجت دمشق كلها في جنازته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر